اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا من سوريا من الشام من حلب من ادلب من وين انا من سوريا من جبل الزاوية من ادلب انا من جبل الزاوية اهلين ميرال انا عايشة بالمانيا ببرلين عايشة ببرلين على فكرة انا شفت لاميرال بالمظاهرة ببرلين بذكرى الثورة صح؟ صح وغنينا سوا ورفعنا علم سوريا سوا انا وميرال وكانت مع اخت وطن صح اسمه وطن ولا انا نسيها؟ اسمه وطن اسمه وطن اه ميرال انت سفيرة اطفال سوريا اكيدا كيف رح تمسلي اطفال سوريا؟ شو رح تحكي عن اطفال سوريا؟ رح احكي عن اطفال سوريا انه اطفال سوريا عيشوا بامان يعيشوا بحب يروحوا على المدارس يدرسوا ويروحوا على بيوتهم ليش وين هن الاطفال سوريا هلا؟ شو عم بيصير معهم؟ اطفال سوريا عم يموتوا في القصف عم يموتوا في البرج هن عم عايشين في المخيمات وليس ببيوت مين اللي عم يقصف ويتسبب بوفاة الأطفال بسوريا ميرال بوتين وبشار الأسد بوتين وبشار الأسد طيب الأطفال اللي ممعتوا بالقصف وراحوا على المخيمات أنت عم تتواصلي معاهم أكي طبعا أنا عندي أصدقاء بأطفال بالمخيمات وعندي مقربات بتحكي معاهم مقربات بتحكي معاهم مين من أصدقائك بالمخيمات ميرال شو أسمعهم رفاتك بالمخيمات كلهم كلهم يعني كلهم أنا عندي عم 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 لد عمي لد عمي لحيش كان بس نوران أنيس مصطفى ماريا و نوران وأنيس ومصطفى وماريا عندك أصدقاء كتير عم تنسي أسماء عكتر ما عندك أصدقاء ايه تعطيت كسفيرة أطفال سوريا كسفيرة أطفال سوريا بغني بوصل رسالتي لأطفال سوريا بين المعاناة أطفال بلدي وأطفال سوريا أنا سمعت حدا خبرني موطنها واحدة تانية طفلة تانية خبرتني أنه بديك تروحي على جنيف صح صح لوين على جنيف على جنيف بغني على جنيف على جنيف بدي أحكي عن أطفال بلدي وأطفال سوريا وين مثلا بجنيف على مدرسة أو على أمم المتحدة ولا على يونسيف ولا لوين بروكسل على بروكسل الأمم المتحدة آه حلو طيب كمان نعمل زيارة على هامبورغ من شان نرجع نشوف بعضنا أنا وأنت ووطن بهامبورغ ومنطلع مظاهرة كمان شو رأيك شاك واجيب البابة معكم كمان أبو ريماس أكيد أهلين يا ميرال أصدقاء كتير حابين يسمعوا شي من صوت يعني يسمعوا أغني أنت بتغنيها لأطفال سوريا لأنه سمعوا كتير أنه ميرال بتغني ميرال بتغني فعلوا لي خلدون خلي ميرال تغني أغني لأطفال سوريا من شان نحن نسمع شو بتغنيلون يا ميرال طوبة كان في تركي عربي ألماني تركي و عربي وألماني فيك تغني بل شو رأيك نسمع شي آربي والشي تركيب شي ألماني شو رأيك أنا غني طيب رح نبلش بالعربي أول شي لما تغزلك البرايا بصيح يا رب لما شفاق لبابا وينسكر الباب لما الأخي اللي ينكروا من وظيمة طاب لما بيقلبت النسى بصيح يا رب بصيح يا رب أطفالوا من تحت ريادهم وش نشرح لها ما تعرف غير المحبة بس وينها لها يا ربي من على السماء نزلنا حلها ملنا منها تظنم جناك للباب جناك للباب يا رب يا رب لاجئ على الباب يا رب يا رب يا رب لاجئ على الباب كل الخالق يا خالق يباعونا بطراب كل الخالق يا خالق يباعونا بطراب حلوها الغنية كتير شكرا يا ميرال كتير حلوها الأغنية وين تعلمت يا ميرال وين سمعت هالأغنية أنا بتعلم الحالي وبتفرج على التلفزيون سمعتها على التلفزيون وحفظتها ايه فحبت تقول أنا عندي قناتي اسمها ميرال الحسون اللي بيحب يشترك فيها ويسمع أغنيتي أول أغنية اسمها يا شمس وتاني أغنية جاية أنا غني للعيد اللي بيحب يسمعها أنا بتشرف طيب يا ميرال ليش ما خبرتيني عن قناتك قبل هيك كنت تعرفيني أنا الهلا ما شفت قناتك على اليوتيوب هلأ بدي روح شوف قناة ميرال الحسون على اليوتيوب واسمع الأغاني اللي مغنيتها ميرال هوني طيب خبرتيني يا ميرال أنك كمان بتغني غير العربي بتغني تركي وألماني بدنا نسمع شيء باللغة التركية سمعينا ترجمة نانسي قناتك قدري أهجم الله تعرفي أنا ما تعلمت لغة تركية ما بعرف شو معنات اللي غنيتلي شو معنات هالأغنية ميرال ما بعرف كمان بتعرف حفستيها هيك سماعي طيب وضل عنا لسه شو غنينا عربي وغنينا تركي وضل عنا دويتش ألماني ألماني يلا كمان ترجمة نانسي قناتك كمان ترجمة نانسي قناتك كمان ترجمة نانسي قناتك كمان ترجمة نانسي قناتك كمان من التلفزيون من التلفزيون طيب بتغني أنت بالمدرسة لأصدقائك الألمان طبعا أنا بغني بالروضة وبالمدرسة ترجمة نانسي قناتك 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 يا حبيبتي شو أحلى من هالرسالة هاي رسالة ميرال ياريت هيك توصل لكل كل شي اسمه سوريا اسمع هالرسالة هاي ما الله اش بنشتلس افتك ميغال تير فخور فيك طيب معلش تخبرينا بس قبل ما تروحي عجنيف خبرينا قبل بوقت عالانستغرام أو عالفيسبوك أو عقناتك عاليوتيوب من شاء الله إذا كان عندنا وقت ومعنا شغل نروح كمان على جنيف ونحترك هناك من شاء الله نحكي مع بعض ونقول لك أيمان ومين بده يروح معك كمان يا ميرال على جنيف أبوي البابا ورح تاخدي وطن معاك من شاء الله منشوف يمكن شو عندك أخوي غير وطن مين في عندك أخو أخوي عندي من وطن ريموريا ريماز أخوي أنيس ما شاء الله أنتو أربعة نحنا أربع بنات وصبي أربع بنات وصبي آه خمسة الله يخليكم يحميكم يا رب شكرا شو حبي كمان هيك يعني تشتغلي بالمستقبل حابة اشتغل دكتورة عامية دكتورة عامية ليش دكتورة؟ علشان عالج الأطفال اللي عم يموتوا في القصب وعم يبردوا الأطفال اللي عم بيعانوا بالمخيمات صحيح تعرفي لما بصير برد عندهم أحيانا ما بيكون عندهم هايتسونك ما عندهم تدفئة بيبردوا كتير بتشوفيهم معي؟ ايه أنا بتفرج على التلفزيون شلون أطفال شلون أطفال سوريا بيموتوا في القصب وبيبردوا ومنعوا مين من مدارسوا عمي عمي على طوابير الخبز بالشام صح تعرفي مين كان معي مبارح؟ كان معي رفاعتي من إدلب بيشتغلوا أسادز بالمخيمات بيروحوا بيعلموا الأطفال بالمخيمات المرة اللي جاية ميرال بس كون عم بحكي مع رفقاتي هادور اللي بيعلموا الأطفال بالمخيمات بإدلب رح ضيفك على المكالمة لحتى أنت كمان تلتقي مع رفقاتك اللي بإدلب بالمخيمات وبلك بتحفظيهم هاي الأغنية الحلوة اللي غنيتيها بالتركي لأنه هنه عم يتعلموا التركي وعم يتعلموا كمان إنجليزي وعم يتعلموا عربي بصفوف إن شاء الله ورح فرجيك المقاعد عندهم مقاعد لونة ليلة ومقاعد لونة غوزة لونة زهر كتير حلوة أنا هلا كتير مبساطة من هالكلام اللي حكيته أنه أطفال سوريا عم يدرسوا وعم يعم يعم يبي أنه أطفال سوريا زي لان يا زي لان عم يتعلموا هلا صحيح ما عندهم شولي هيك مدرسة مثل اللي بألمانيا بس بس عم بيحاولوا إنه حتى ضمن الخيمة يتعلموا لأنه الأبطال ما حاب بين هيك يظلوا معنوا متعلمين لا عم يتعلموا بيتعلموا حساب وقراءة والألفابيت الأبجادية عم يتعلموا شغلات كتير بعد ما نظل نحكي بإسم أطفال سوريا حتى يتعلموا ويصيروا عندهم مقاعد مقاعد وألعاب كمان مشان إذا عندهم وقت فراغ يلعبوا بالألعاب صح؟ أكيدوا بدنا نظل حكي بإسم أطفال سوريا حتى يشوا بأمان يشوا بحب صح ميرال أنت شو بتعملي بوقت الفراغ لما هيك بتخلص بتخلصي مدرسة بتجي على البيت طيب وقت الفراغ شو بتشتغلي؟ أنا شوية بالعب بعد ما ألعب بحلوة زي فيه بعدين باكل بتغدى وبنام بتنامي بكير ما هيه؟ يا سلام شدطة لي يا ميرال طيب الأطفال التانين اللي بألمانيا في كتير أطفال سوريين برا سوريا بألمانيا بفرنسا بجنيف أمريكا كل محل شو بتقولي لهدول الأطفال؟ ما لازم يشتغلوا معكم مع بقية الأطفال السوار؟ آه أكيد إن شاء الله تتعرفوا على بعضكم ببرلين وتتعرفوا على بعضكم بالمظاهرات وتعملوا هيك شغلة هيك عمل جماعي مع بعضكم سزام الأبايت إن شاء الله إن شاء الله أخذت تكريمات ميرال حدا كرمت بالمدرسة مثلا أو شي آه أعطوني شو أعطوكي تكريمات؟ أعطوني كروتا عندي في البيت سنون عندي في البيت آه حلو وكتبوا عليها شي ولا بس كي بكون عليها صورة؟ كتبوا علي شي كتبوا عليهم شي إذا بتحب تشوفهم أنا عندي إياهون آه طيب معلش تقولي له لا أبو ريماسي جبل ما نكروت خلينا نتفرج عليها شبن نوي كيغش شبن نوي كيغش شمش تازين لا تكون ذاكت يالله يا ميرال ياريت لو أنتوا قريبين هوني على هامبورغ محل ما أنا عايش كنا كل نهار شفنا بعض ما وطلعنا مشاوير ولعبنا ألعاب كتير أنا أحب الفوسبال تلعبي فوسبال أبدا ما بعرف اللعبة أبدا طيب نعم شتعت فلوس اسم مدينة ونهر أنا بعرف أعمل جنباز جنباز معناك أنا بعلمك هاي اللعبة اسم ونهر ومدينة وأنت بتعلمين الجنباز ومنلعب سوا إن شاء الله شكرا لكم حبيت قل لك إنه هاي ألمانيا شتركة هاي شو ألمانيا شتركة مهرجان مسلت فيه أهكون عملتي شاوش بيله هين كنت ممثلة أه ما حكاتي مسلت فيلمان وحكات دايتش مسلت فيلمان بالدايتش أه ما شاء الله شاطرة كتير تعالفي أنا تعلمت ألماني بس مو كتير منيح إسا عم بتعلم عم حاول إلي أتعلم بس أنت شاطرة تعلمت فورا ما هاي طيب خلص نحنا بس وهاي كمان بشتركة مسل في أطفال بردي يا سلام شو حلوة وهاي جمعية هاي جمعية لا شوف جمعية الفنانة ميرال حسون بمناسبة عيد الطفل شاركتي بعيد الطفل اه يا سلام يا سلام ما شاء الله ميرال بتشتغل كتير شكر وتقدير تقدم إدارة مؤسسة الخضراء للثقافة والإبداع بالشكر والتقدير للطفلة ميرال حسون سفيرة الطفولة والإبداع العالمي يا سلام عندك تسوي كناس كتير عندك كتير شهادات حلوة أنا عم فكر إنه مثل بالمهرجان الجان بخلوني شاء الله أمن لهم بدنا نعم يا ميرال طبعا ما عبتعرف التعبر بالشكل الصحيح عن نوع الفيلم اللي عملته لأن كان بالدوج الفيلم اللي عملته وبيحكي عن معاناة اللاجئين كيف اللاجئين اللي ما عندن أوراق سبب الخلافات الزوجية سبب عدم تسجيل الأطفال عدم حصول على الجواز بسبب أنه مطلوبين أو ما بدن يروحوا على السفارة يدفعوا مصاري فعملت فيلمين عالميات على حساب الجامعة الألمانية في برلين يعني إن شاء الله رح يكون صدى كبير ورسالة كبيرة لما يعانيه الشعب السوري في بلاد اللي جود يا سلام ما شاء الله عن ميران ميران قطلة طيب أنا حزيري شو بدي إليك يا ميران طيب أنا عندي صديقي هلا بيكون عم بيشوفنا اسمه بادي بادي كمان من سوريا شاب من سوريا هيك من عمره هو عايش بألمانيا وبيعمل أفلام قصيرة بدي إله لبادي يا بادي نحن في عنا شاوش بيلاغين شاطر كتير ممثل شاطر كتير اسمه ميران إن شاء الله رح تتعاوني انتي وبادي شو رأيك؟ إن شاء الله أنا جاء الله تمام وكمان انتو عم بتشتغلوا بتشتغلوا شوي انتي وبادي وأنا بكون موجود باللوكيشن هلا ما بيشتغل معكون بس لما بتعملوا باوزة منلعب سوا إن شاء الله وبتعلميني هاي الأغنية الحلوة اللي غنيتيها بس قول يا رب إن شاء الله حلو كتير عجبتني هالأغنية كيف شو قصة بدك تشتغلي على القناة شو عندك مشاريع على القناة على اليوتيوب قناة ميران حسون أنا إن شاء الله قريبا إن شاء الله بدي جاهز مشروع أغنية جديدة أغنية جديدة عنا شو بتحكي هاي الأغنية أنا السعب بتحكي عن أطفال شو أنا أطفال بلدي بتحكي عن أطفال سوريا أطفال بلدي وبتحكي شلون أطفال سوريا عم يعيشوا أطفال بلدي شلون عم يموتوا بالبرد ومنن عم يروحوا عالمدارس ما عم بيروح عالمدارس أصدق صحيح إن شاء الله يا ميران هيك بسرعة تنتصر السورة السورية ونرجع على سوريا ونلتقى بإدلب بجبل الزاوي إن شاء الله بيخلص القطر وكل واحد يرجع على بلاده آمين يا رب وخبري للبابا يورجيك صور عن جبل الزاوي جبل الزاوي حلو كتير إن شاء الله في كراز وفي منغا وفي أشجار لوز وفواكه أبست كتير طيبة أنا بشوفها على التلفزيون ومثل ما كان عنا في سوريا كراز وكرشين وهيك شي إن شاء الله لازم يرجعوا بدنا نرجعهم وبدنا نرجع أطفال سوريا اللي عم يبردوا في القصف اللي عايشين بالمخيمات اللي منهم عم يلعبوا زي منهم عم يعشوا طفولتهم صحيح إن شاء الله يا رب كل يعتنا منرجع والسلام إلك يا ميران ولكل أطفال سوريا سواء اللي كانوا عايشين بالبلد أو بالمخيمات أو بتركيا أو بأوروبا أطفال سوريا بكل مكان السلام لإلهم ولكل أطفال للعالم كمان شاء الله يا رب إن شاء الله بدك تقولي شي كمان يا ميران إذا أنت عندك شي أنا جاهزة إذا؟ بس حبيت تقولك أنه لحوضعك بأغنية من أغنياتي هاتي لنشوف غني لنا بالعربي شو؟ بالعربي إيه 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 جينا نعيد كون بالعيد من سألكون ليش ما بدي عنا لا يدول الذيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريق مسروقة بزمانة عم بحلم عم بسأل القيام وين الشمس الحلوي ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حريق مسروقة أرضي صغيرة متل صغيرة دون السلام ودون الطفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا 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 السلام الله حلوة حلوة الأغنية كتير أغنية اسمع دون الطفولي حلوة كتير بس هاي الأغنية مو من أغنيات هاي الأغنية أنا بتسمعها على التلفزيون بتسمعي على التلفزيون سجلتيا نزلتيا على قناة ميران حسون على اليوتيوب طيب بالمستقبل سجلي بصوتك لأنه كتير حلوة طالع معي ومس لي على قناة ميران حسون إن شاء الله وعلى الإنستغرام كمان من شأن أنا شوفها لأنه متابعك على الإنستغرام إن شاء الله أكيد تسلميلي يا ميران بدأت شكرك كتير لأنه قضينا معك وقت كتير حلو شكرا إن شاء الله بكون عند حزن زنكن تسلمي يا رب حقيقة فصحة رائعة كتير مع هالبنوت الحلوة ميران يخلينا يا ميران رح نلتقى بحلقات تانية ورح ننتظر رح ننتظر ونشوف كيف رح تمس لي أطفال سورية بجنيذ ورح ننتظر أغانيك الجديدة ونشاطاتك الجديدة بالتوفيق يا ميران شاء الله يلا باي باي شكرا كتير إلك حبيبتي حبيبتي باي باي يلا